الخراب الذي تركه الفساد الممنهج والطيش السياسي الذي يعيشه العراق منذ سنوات لا يقتصر على تخريب الحاضر بل امتد لتهديد المستقبل سنوات وربما عقودا وهما يحمل الأجيال المقبلة تلكة ثقيلة تسببت بها السياسات الرعناء والمصالح الضيقة والأجندات المرتبطة بالخارج والتي لعبت بالعراق وعبثت بمصير أبنائه خبراء في الأمم المتحدة أكدوا وجود مائة ألف مبنى مدمر في العراق يحتمل أنها تحتوي على متفجرات وأنه رغم إزالة الآلاف من تلك المتفجرات إلا أن أعدادها ما زال كبيرا جدا في ظل المهمة المحفوفة بالمخاطر للبحث وسط الركام والتي ستستغرق سنوات طويلة رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق إبيرلو داهمر قال إن خبراء المهمة يعثرون على متفجرات في كل مكان تقريبا ولا يقتصر عملهم على الموصل بل يشمل أيضا مثل ما أكد الفلوجة وتكريت وكركوك ومناطق أخرى تؤشر جغرافيتها طائفية الاستهداف المسؤول الأممي نبه إلى وجود قنابل تزن الواحدة منها 113 كيلوغرام وأخرى تصل إلى نحو ربع طن تزال مدفونة على عمق 7 أو 8 أمتار مؤكدا أن 10% في الأقل من القنابل لم تنفجر وأنه إن لم تتم إزالتها فقد تظهر بعد عقود تالية كحال قنابل الحرب العالمية الثانية التي لا تزال تكتشف في ألمانيا وكالة رويترز كانت قد أكدت في تقرير مصور نشرتهم مؤخرا أن فساد السلطات في العراق يجعل تعافي مدينة الموصل بطيئا وعشوائيا وأن الأموال التي خصصت لإعمار المناطق المدمرة تدار بشكل سيء وفاسد وأضافت أنه بعد مرور عامين على معركة استعادة السيطرة على الموصل لا تملك السلطات معدات كافية لإزالة الأنقاض ولم توفر الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار تواصل سياسة لا مبالاة الحكومية وعدم الاكتراث جعل مناطق عديدة من العراق تعيش فوق فوهة بركان يتهددها في أي لحظة بينما ينتظر الجميع حتى الآن الأمل في أن يسترد السلام وهذا الأمل ما زال في أدراج من أوصل العراق إلى هذا الحال